يا حافظ القرآن يا فخر الأمم وبالإسلام نسمو نحو القمم هو الحق نور يحشد الهمم بجند المساجد رأس الهرم سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر نادى بسم الله إسلام التقوى مغلى بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر وكبرت فيه النخوة نخوة خالد وقت الشدة بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبدهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تلالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار وإن يقاتلوكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا لا يألونكم قبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون